لا دير فالوطن قد يكون عاجزا عن إشباع براءتك النقية أو أنه مزاحك الذي عتاد العراقيون على مدابعته رحل حسوني والمقصرون أهله الذين أهملوا العناية الصحية به فالطفل الذي يعتبر النجم الصغير لدى الجمهور العراقي يرسم بصوته وعفويته وحبه للطعام أجمل وقت تقضيه العائلة العراقية حين تتابع مقاطعه عبر منصات التواصل الاجتماعي وما أن انتشر خبر وفاة حسوني حتى امتلأت الصفحات بتداول صورة للطفل حسين التميمي الذي يشبه حسوني فكان اللبس إذ يحمل الطفلين صفة الجرأة على ترك الفرحة في قلوب المشاهدين الطفل حسوني الشهير بالعراق بمنصات التواصل الاجتماعي كان يعاني من زيادة وزن كبيرة وهذا ما لم يحمله الأهل من مسؤولية للعناية بمراقبة تناول حسوني للطعام وضبط المواعيد والوزن الصحي المناسب له وكأنها أنانية الأهل حين يبحثون عن الشهرة على حساب أطفالهم وهذا الحديث جاء على لسان الباكين الحزانة على رحيل حسوني كيف لا؟ وهو الذي يرسم الضحكة في زمان الأوجاع والحزن لطالما أن العراقي غارق في الألم ويحلم بابتسامة لا تفارق محية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر